هذه أبرز العناوين مدرب قلطة سرايا قلة تنافسية زياج كانت سببا في إصابته العضلية بلاغ عاجل الاتحاد الإسباني يبعد لامين جمال عن المنتخب الإسباني حكيمي ضمن الأفضل في الدورية الخمس الكبرى والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس مدرب قلطة سرايا قلة تنافسية زياج كانت سببا في إصابته العضلية أوضح أوكم باروك مدرب فريق قلطة سرايا التركي لكرة القدم أن قلطة تنافسية الدولية المغربي حكيم زياج سبب رئيسي في إصابته العضلية وأبرز روبانو قلطة سرايا لوسائل إعلام تركيا أن إصابة زياج العضلية أمر طبيعي لأنه لعب ثلاث مباريات في غضون عشرة أيام ووصل أي لاعب يعاني من نقص التنافسية ويخض ثلاث مباريات في ضرف عشرة أيام فمن الطبيعية أن يتعرض للإصابة وشدد باروك على أن عدم خوض زياج للتحضيرات مع غلطة سرايا في الصيف الماضية سبب آخر في إصابته العضلية وتمنى مدرب غلطة سرايا أن يكون زياج جاهزا بعد التوقف الدولية علما أن الناخب الوطني وليد راقراجي قد استدعى حكم لمواجهة تلك الدفور والديان وليبيريا في تصفية كأس أمام أفريقيا 2024 وكان غلطة سرايا التركي قد أعلن ضمه لحكم زياج الصيف الماضي بموجه بعقد يمتد لموسم واحد على سبل الإعارة مع إمكانية تفعيل بوند الشراء بلاغ عاجل الاتحاد الإسباني يبعد لامين يامال عن المنتخب الإسباني غادر لامين جامال لاعب منتخب إسبانيا وبرشلون معسكر المنتخب الإسباني قبل مباراة المنتخب أمام إسكوتلندا والنيرويج في تصفية بطولة كأس أمام أوروبا 2024 للإصابة وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان رسمية تأكد إصابة لامين جامال وعدم قدرته على مواصلة التدريبات بعد إجراء الفعصات الطبية التي أجرها اللاعب ليتأكد مغادرته للمعسكر وعودته إلى ناديه من أجل أن يتلقى العلاج المناسب وتعرض لامين يامال لإصابة خلال تعادل برشلون مع غرناطا بهدفين لكل فريق ضمن منافسة الجولة التاسعة من الدولة الإسبانية حيث كان يأمل ديلافوينتي مدرب إسباني أن يتعافى قبل مباراة إسكوتلندا والنيرويج حكيمي ضمن الأفضل في الدورية الخمس الكبرى كشفت شبكة هوسكورد العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية عن تشكيلة الأسبوع ضمن الدورية الخمس الكبرى وعرفت التشكيلة واجد الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم باريسان جرمان الفرنسي الذي تألق بشكل كبير في المباراة الأخيرة للفرق الباريسي أمام رينا لحساب الجولة التاملة من الليك وتألق حكيمي بأدائه وبالهدف الذي سجله في شبكة علما أن المباراة انتهت بفوز باريسان جرمان بنتيجة الثلاث أهداف لسفر وكان لويس إنريكي مدرب نادي باريسان جرمان أشهد بالمستوى الكبير لحكيمي قائلا حكيمي يتجاوب بشكل كبير مع حاجية الفريق بحيث يمكن رؤيته في الخط الهجوم عند السحوات المجموعة على الكرة كما أنه يقوم بأدواره الدفاعية عند فقدانها الرجراج يستقر على موقف من انضمام أحد النجوم للمنتخب المغربي يستقر الناخب الوطني ولد رجراجي على موقفه من ضم نجم ريال مادريد الإسباني إبراهيم دياز في ظل إبداء الأخير لرغبته في حمل القميس الوطني وبحسب موقع العربي الجديد فإن رجراجي لا يستعجل انضمام إبراهيم ديازي للمنتخب المغربي رغم القيمة الفنية التي يمكن أن يقدمها وتبع أن السبب عدم استعجال رجراجي في قدم دياز هو عدم رغبته في الضغط أكثر على اللاعب الذي يبقى موهبة شابة ويحتاج إلى حيزه لاتخاذ قراره النهائي وتسعى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في استقدام ديازي للمنتخب المغربي بيد أن ريال مادريد يضع عراقي لانضمام اللاعب بسبب رفض المدرب كارلو أنشلوتيمو شاركته في كأس أمم أفريقيا 2023 الاتحاد الإفواري يغير ملعب مواجهة الأفيال والمنتخب المغربي قرر الاتحاد الإفواري لكرة القدم تغيير ملعب المباراة الوذية أمام المنتخب الوطني المغربي يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر الجاري التي كانت ستجرى على ملعب الحسن وترى بالعاصمة أبي جون وأكد رئيس الاتحاد الإفواري ياسين إدريس ديالو في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك أن المباراة بين الأفيال والأصود ستجرى على ملعب فيليكس هوفيت بواني وأشار التقاري الصعوبية إلى أن ملعب الحسن وترى غير جهز حاليا لاستضافة المباريات إذ يخضع للإصلاحات على مستوى أرضيته التي تضررت بفعله طول الأمطار شهر شتنبر الماضي خلال المباراة التي جمعت منتخب كودفوار ومالي ويسفر المنتخب المغربي إلى الكودفوار يوم الخميس القادم ليعود في رحلة مباشرة من أبيت جون إلى مدينة أغادير لملاقة ليبيريا يوم السابع عشر من الشهر ذاته العزوزي سعيد جدا بانضمامي للأصود وتنظيم كأس إفريقيا بالمغرب سيحفز اللاعبين عبر الدولي المغربي أسمى العزوزي المحترف في الصفوف فريق بولونيا الإيطالي عن سعادته البالغة بعد استدعائه من أجل المشاركة مع المنتخب الوطني في المباراة أمام كل من كودفوار وليبيريا وقال العزوزي في تصريح لموقع العرب الجديد أشعر بالسعادة بعد الانضمام لصفوف المنتخب المغربي الأول وأتمنى أن أقدم الأفضل معه من أجل الاستمرار أشعر دائما بالفخر عندما أحمل قميص منتخب بلدي وأضف أبحث عن التألق رفقة المنتخب الأول مثلما أريد النجاح رفقة المنتخب الأولمبي لأن التحقيق نتائج إيجابية في أولمبياد باريس سيكون هو الغاية الأساسية بعدما تويجنا بكأس إفراقية تحت 23 سنة وسنحاول الذهاب لأبعد حد ممكن في الألعاب الأولمبيا إن شاء الله لأننا نمتلك جيلا موهوبا وأوضح تنظيم المغرب لكأس إفراقية 2025 سيفيد لعب المنتخب المغربي كثيرا التحفيز سيكون كبيرا باللعب أمام الجمهور المغربية والحضوط ستكون مرتفعة من أجل التألق والإبداع أكثر في المباريات هل ينتقل النجم الأرجونتيني ليوني الميسي معارا إلى الدورة السعودية؟ أفادت معلومات بمحاولات سعودية لاستعارة النجم الأرجونتيني ليوني الميسي من انترمايامي الأمريكي للستة أشهر صحيفة أصل إسبانيا أوردت أن فكرة انتقال ميسي إلى دورة رشن السعودية تأتي بعد الفشل المرتقب لأنترمايامي في التأهل إلى تصفية نهائية من الدورة الأمريكية مما سيجعل النجم الأرجونتيني في فترة راحة تقارب الخمسة أشهر حتى بذية الموسم الجديد في الولايات المتحدة ويأتي ذلك بعد فشل محاولة أولى الصيف الماضي لانتقال ميسي إلى نديل هيلال السعودية وكان التقارير أفادت باحتمال عودة النجم الأرجونتيني معارن إلى برشلونة وقال الصعفي في شبكة سكيسبور الإيطالية رودي غاليتي قال أن السعودية تستكشف فرصة ضم ميسي معارنة بين نهاية الدور الأمريكي عام 2023 وبدء الموسم المقبل ورجع حصول تطورات قريبا في هذا الصدد هذه أبرز العناوين مدرب قلط سرايا قلة تنافسية زياج كانت سببا في إصابته العضلية بلاغ عاجل الاتحاد الإسباني يبعد لامين جمال عن المنتخب الإسباني حكيمي ضمن الأفضل في الدورية الخمسة الكبرى اشتركوا في القناة